مشاهدين مساء الخير نحييكم في حلقة جديدة قبل أن نبدأ ما في الشك أنه ما فعلته إسبوعية شارل إبدو اليوم يخدم الإرهاب وليس كما تعتقد بأنه هي تتحدى الإرهاب بنشر أو بأنها تستمر في نشر الرسوم المسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم بل تجاوزت ذلك إلى الذات الإلهية أيضا صحيح البعض يمكن أن يتعامل مع غلاف شارل إبدو على أنه جايب الرسول صلى الله عليه وسلم يبكي على الضحايا الذين سقطوا بالتأكيد الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا لا يرضى ولا يقبل أن يتم الدفاع عنه بالقتل وبالرصاص بالشكل الهمجي والوحشي اللي تمت تنفيذ العملية الإرهابية به لكن إعادة من جديد تصوير الرسول صلى الله عليه وسلم والتجاوز إلى الذات الإلهية وإعلان التحدي بأنها تستعد لنشر رسوم جديدة وترفع شعار اللي الذي لا يتحمل رسوما تتعلق بالأديان لأنها بتقول نحن لا نستهدف الإسلام فقط الذي لا يتحمل ذلك فعليه هو بذلك لا يؤمن بحرية التعبير هذه ليست حرية التعبير ما فعلته إسبوعية شارل إبدو لا يخدم مواجهة الإرهاب وأعتقد أنه ده كمان ربما يؤدي إلى تعاطف لا يستحقه القتلة الذين نفذوا بعض العمليات الإرهابية تحت شعار الدفاع عن الرسول صلى الله عليه وسلم والرسول بريء من كل هذه التصرفات كان لابد أن نبدأ الحلقة طبعا ما ينفعش نجيب لكم غلاف مجلة شارل إبدو الفرنسية وبعض الصحف والمواقع والوكالات حتى حجبت الغلاف وتضامنت مع أنه لا وإنت بتواجه الإرهاب كمان لازم يبقى عندك تشريعات تمنع تمنع الإساءة للعقائد والإساءة للأديان وإلا ده أيضا يمثل إرهابا وده يمثل إرهابا علينا أن نرفض ما فعلته إسبوعية شارل إبدو هذا ما فعلته دار الإفتاء اليوم أو أمس كمان احتجت على إعادة نشر رسوم مسيئة للرسول واحتجت أيضا على تجاوز ذلك إلى الذات الإلهية هتلاقوا فيه جدل كبير يتعلق بهذه القضية إلى حد أنه السلطات الفرنسية نفسها بدأ التناقش ده حدود حرية التعبير إيه؟ هل دي حرية التعبير؟ وهل ده في النهاية يمكن أن يخدمك في قضيتك المتعلقة بمواجهة الإرهاب؟ في الملاحظة الأولى الملاحظة الثانية عشان الناس يشوف أنه إزاي البعض حتى اللي بتكلم عن الأوضاع في مصر والإجراءات التي تتخذها السلطات المصرية في فرنسا اليوم وفي الاتحاد الأوروبي كله منصق مكافحة الإرهاب بدأ يتحدث عن أنه لابد من فصل الجهاديين والتكفيريين يعني الإرهابيين الذين ينفذون العمليات الإرهابية باسم الإسلام عن باقي المساجين في السجون على اعتبار أنه بعض المساجين يتم تجندهم داخل السجون وبالتالي بدأوا يناقشوا أنه تبقى فيه سجون خاصة وسجون يعزل فيها كل المتهمين بالإرهاب المتشح زيفا بالإسلام هنا ده كمان ده حتى عنصرية في التعامل مع المساجين بس تشوفوا الدواعي الأمنية تدفعهم إلى ماذا ولما نيجحنا نعمل دواعي أمنية أو خطوات أمنية للأسف الشديد بتلاقي بعض هذه الدول تتحدث عن انتهاكات حقوق الإنسان في مصر كاننا بدأ أن نبدأ بهذه الملاحظة